السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في الله في فيديو جديد قبل ان نبدأ الفيديو لا تبخروا علي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد على قناتي ان شاء الله اليوم وكما عودتكم على القناة سوف اشرح لكم استراتيجية لربح من الانترنت طبعا هناك اشخاص يشتغلون في اختصار الروابط لكن لا انصحكم ابدا بالاشتغال داخل مواقع اختصار الروابط لانها سوف تفيع لك وقتك من اجل واحد دولار او اثنين دولار او تلافة دولار تفيع وقتك شهر كامل او شهرين او تلافة اشهر العشرة الاف زيارة او الخمسة الاف زيارة التي تقوم بجلبها لاجل الواحد دولار او اثنين دولار تقوم انت بجلبها لنفسك وتقوم بانشاء موقع اختصار روابط لنفسك نعم اليوم سوف نقوم بانشاء موقع اختصار روابط لنا نحن لك انت عزيزي المشاهد وتقوم بابافة عليه اعلاناتك انت الاعلانات الخاصة بك انت وتربح من خلالها بدون ان تقوم بالاشتراك في مواقع الاختصار الروابط التي تجني منك ارباح كبيرة بدون اي فائدة تربح واحد دولار او اثنين دولار هذا هو عملك على الانترنت حقيقة انا منبهر من الناس التي تشتغل في مواقع اختصار الروابط التي كما قلت لكم تفيع لك وقتك بدون اي وفي الاخير قد ينصب عليك الموقع او تجني فقط واحد او خمسة او ستة دولار في الشهر اليوم سوف كما قلت لكم اليوم سوف اشرح لكم طريقة انشاء موقع لاختصار الروابط وتقوم بابافة داخله اعلانات خاصة بك ببلوغر فقط كل شيء مجاني الدومين مجاني كل شيء سوف تستعمل فقط بلوغ سبوت كما قلت لكم سوف تستعمل بلوغر هنا كما تشاهدون بالايميل الخاص بك فقط اذا كان لديك ايميل تقوم بالدخول الى بلوغر بوان كوم تقوم بالتسجيل في بلوغر بوان كوم بلوغر بوان كوم هي شركة تابعة لجوجل الكل يعلم ذلك تقوم بالتسجيل مجانا هنا وتقوم بانشاء موقع نقوم اولا بالدخول الى المظهر بعد عندما تقوم بانشاء ايميل حساب في ابلوغر تقوم بالتوجه الى المظهر ثم تنقر على هنا وهنا تعديل هشتي ايميل ثم تقوم بحذف كل الاكواد هنا تقوم بنسخها كل كونترول ا ا ا بالفرنسية ثم تقوم بحذفها ثم تقوم بجلب كود التنظيف او قالب التنظيف سوف تجدونه اسفل الفيديو ثم نقوم بعمل كولي هنا ثم نقوم بعمل on registry هنا نقوم بعمل الحفظ هنا ثم نقوم بالعودة ثم نقوم بالنقر على هنا من جديد ثم نقوم بالنقر على استعادة ثم نقوم بالنقر على التحميل ونقوم بتحميل قالب اختصار الروابط الخاص بنا كما تشاهدون سوف يتم تحميل القالب تمت الاستعادة بنجاح تم تحميل القالب بنجاح نقوم بعرف المدونة وكما تشاهدون أمامكم هنا ها هو قالب اختصار الروابط الخاص بنا طبعا كما قلت لكم خاص بك أنت فقط أنت من سوف تقوم باختصار الروابط طبعا عندما تقوم باختصار روابط بهذا الشكل لم يعمل القالب معك لذلك سوف تقوم بإضافة هنا كما تشاهدون عندما نقوم بعمل تشفير أو اختصار لم يعمل معنا القالب لماذا؟ لأننا نحتاج إلى إضافة مشاركة مشاركة واحدة فقط لم تقوم بإضافة العديد من المشاركات وكتابة مقالات أو من ذلك القبيل لم تقوم بإضافة أي مشاركات فقط مشاركة واحدة سوف نقوم بإضافتها مشاركة واحدة نقوم بإضافتها بهذا الشكل نقوم بالنسخ هنا سوف أضع لكم الكتاب أسفل الفيديو أو تقوم بالتعديل أنت على الكتاب إعادة التوجيه أنتظر 15 فانيام ففلك بهذا الشكل أو تقوم أنت بالتعديل على الكتابة كما تشاء وهنا نقوم بنسخ الفقرة الثانية ونقوم بعملها هنا نسخ بهذا الشكل نقوم بتكبيرها توسيتها أولا هكذا نقوم بعملها select to ونقوم بعمل توسيت هكذا بهذا الشكل تصبح في الوسط نقوم بتكبيرها بهذا الشكل الحجم أكبر كبير هكذا بهذا الشكل ونقوم بعمل نشر فقط وسوف يصبح القالب يشتغل معك بدون أي مشاكل بهذا الشكل الآن نقوم بإعادة توجيه الصفحة من جديد ونرى نقوم باختصار مثلا هنا نقوم باختصار مثلا قناتي على اليوتيوب copy نقوم باختصارها بهذا الشكل ثم نقوم بعمل تشفير كما تشاهدون تم اختصار الرابط نقوم بعمله copy ثم نتوجه كول ونرى الصفحة كما تشاهدون الصفحة تشتغل بدون أي مشاكل كما تشاهدون العداد يشتغل وعندما ينقل الشخص على افغط هنا للاستمرار يتوجه إلى هنا كما تشاهدون القالب يعمل بدون أي مشاكل طبعا هنا سوف نقوم بإضافة إعلانات إعلانات هنا التي سوف نربح منها كما تشاهدون وهنا الفقرة أو الجملة التي قمنا بكتابتها والجملة الثانية التي قمنا بكتابتها طبعا لك الخيار في كتابة ما تريد أنا سوف أضع لكم الفقرتين وأنت يمكنك التعديل عليها أو كتابة أي شيء بنفسك كما تشاء المهم أنك تقوم بكتابة مشاركة واحدة هنا هنا ماذا الآن نبدأ في الطريقة نقوم بإضافة هنا صفحة صفحة الفيسبوك ونقوم بإضافة صفحة الانستغرام نقوم بالتوجه إلى المظهر هنا ثم هنا ثم نقوم بالنقل على تعديل HTML ونقوم بالبحث على الفيسبوك كونترول F كونترول F F F فما نقوم بكتابة فيسبوك دوت كوم فما ننقل على ENTRE وكما تشاهدون سوف تجد هنا أمامها هنا هنا سوف تجد صفحتي على الفيسبوك وصفحتي على الانستغرام هنا رابط الفيسبوك الخاص به هنا من هنا من HTTPS إلى هنا كما تشاهدون إلى هنا من هنا إلى هنا تقوم بتغييره تقوم بحذف حدف رابط الانستغرام الخاص به وتقوم بإضافة رابط الانستغرام الخاص بك وهنا تقوم بإضافة رابط الفيسبوك الخاص بك لك الخيار يمكنك حدف كلمة صفحتي على الفيسبوك أو تعويذها بصفحتي على التليجرام أو صفحتي على التويتر كما تشاهد يمكنك تغيير الانستغرام وتغيير الفيسبوك كما تشاهد ثم دائما تنقل على الحفظ بعد ان تقوم بتغيير اي شيء تقوم بالنقل على الحفظ هنا وايضا Ctrl F Ctrl F وتقوم بكتابة 380 بهذا الشكل ثم تنقل على Entree وسوف تجد هنا Code هنا كما تشاهدون ها هو Code من هنا من 380 ينتهي بعشرة كما تشاهدون هنا تقوم بتعويفه بالID الخاص بمدونتك ها هو الID تقوم بكوبي هكذا بهذا الشكل وتقوم بحذف هنا من 10 هنا تقوم بحذفه وتقوم بإضافة الID الخاص بمدونتك بهذا الشكل ثم تنقل على الحفظ الآن ماذا بقي لنا بقي لنا فقط إضافة الأعلانات ونبدأ في العمل فقط كما قلت لكم الصفحة الأولى لم تقوم بإضافة فيها إعلانات لا تقوم بإضافة فيها إعلانات ولا تشاركها مع أي أحد لا تشاركها مع أي أحد كما قلت لكم هذه الصفحة خاصة بك أنت فقط أنت من سوف تقوم بالدخول إليها وسوف تقوم باختصار فيها الروابط الخاصة بك كما قلت لكم الصفحة الأولى لك أنت فقط لا تقوم بإضافة عليها إعلانات ولا شيء نحن سوف نقوم بإضافة إعلانات في الصفحة التي سوف نربح منها وهي الصفحة إعادة التوجيه أو صفحة إختصار الروابط المهم نقوم بإضافة إعلانات مقياسها تلاف ومائة في مائتين وخمسون وتلاف ومائة في مائتين وخمسون وتلاف ومائة في مائتين وخمسون كما تشاهدون لا تقوم بإضافة أي مقياسات أخرى حتى يتجاوب القالب مع الهاتف كما قلت لكم يجب عليك أن تقوم بإضافة إعلانات تلاف ومائة في مائتين وخمسون حتى يتجاوب القالب مع الهاتف وهنا تقوم بالنقر على هنا ثم تنقل على اعدادات الجوال وتتركها اذا وجدتها جوال تتركها سطح تقوم بتغييرها الى سطح المكتب ثم تنقل على الحفل بهذا الشكل حتى يتجاوب القالب مع الهاتف الآن تقوم بإضافة الاعلانات نقوم بالدخول الى هنا الى التنسيق طبعا هنا اعلان الهوم 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 هنا تتركها فارغة الهوم هي الصفحة اعلان الصفحة الاولى هنا وهنا وهنا تتركها فارغة لا نحتاجها لا تحتاجها كما قلت لكم الهوم 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 تتركها فارغة ثم تتوجه الى بانر أردس بانر وان أردس بانر واحد كما تشاهدون فما تقوم بالنقل على القلم وتقوم بإضافة الإعلان مكان كلمة إعلان تلاف ومائة في مائتين وخمسون تقوم بإضافة الإعلان تتوجه مثلا سوف نستعمل نحن سوف نستعمل مثلا موقع يالكسا يمكنك استعمال أي موقع آخر بديل لأديسنس طبعا قمت بشرح لكم موقع يالكسا على القناة سوف أضع لكم الشرح أسفل الفيديو هنا 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 ها هو موقع يالكسا قمت بشرحه لكم قبل خمسة أشهر وهناك آيفان هنا شرح موقع آديس تيرا هنا قبل أسبوع يمكنك استعمال أي بديل لموقع آديسنس موقع يالكسا يدفع لك واحد دولار لبايبال واحد دولار عندما تصل إلى واحد دولار يدفع لك لبايبال ويدفع للبيتكوين ويدفع حتى للبيتكوين والبايونير المهم أعتقد أنه يدفع لبايونير أين هي أعدادات السحب هنا يدفع لبايبال بايونير بانك ترانسفير بيتكوين إفريوم لايتكوين كل شيء يدفع يدفع بايبال واحد دولار نقوم بالنقر على هنا حتى نقوم بإبافة أعلان تلوف مئة في مئتين وخمسون بهذا الشكل ثم تقوم باختيار هذا الخيار حتى لا يقوم بإبافة أعلانات إباحية هنا ثم تنقر على get add ثم تقوم بالحصول على الأعلان وتقوم بإبافته في كل الأماكن هنا تلافهم مئة مئتين وخمسون تلافهم واحد اثنين تلافة أربعة خمس خمسة أماكن نقوم بإبافة الأعلان في المكان الأول حفظ المكان الثاني والثالث وهنا وهنا كما تشاهدون ثم ننقر على حفظ هنا على الأخيرة هنا ننقر على الحفظ بهذا الشكل ونرى إذا ظهرت معنا نقوم الآن بإعادة توجيه الصفحة وكما تشاهدون معنا الأعلانات تشتغل بهذا الشكل كما تشاهدون الأعلانات تشتغل عندما ينقر أي شخص على إفغة هنا للاستمرار يتواجه إلى هنا طبعا يمكنك إفافة إعلانات الـ أعتقد أنها هنا أعتقد أنها هنا بوب بوب أب أو بوب أندر نقوم باختيار بوب أندر ثم ننقل على جيت ثم نقوم بالحصول على الشفرة طبعا أنصحكم باستعمال شركة أخرى في البوب أندر أو البوب أب طبعا هناك شركات أفضل من شركة ياركسا في مجال البوب أندر كما قلت لكم المجال النافذة المنبفقة أو الإعلانات المنبفقة يعني أن الشخص عندما يدخل إلى حسابك ينقر في أي مكان ينبفق له إعلان منبفق طبعا أعتقد أن الجميع يعلم ذلك نقوم بإضافة إعلان البوب أندر مثلا نقوم بإضافته هنا طبعا في فوق إعلان البانر واحد إضافة أداة ثم ننقل على حسابة عفوا حسابة حسابة جابسكريب ثم نقوم بإضافة في المحتوى هنا نقوم بإضافة الشفرة ثم ننقل على الحفب ونرى إذا كان يعمل أو لا نقوم بإعادة التوجيه الصفحة ننقر مثلا هنا كما تشاهدون هناك ناففة منبفقة كما تشاهدون ظهر لنا أعلان منبفق كما تشاهدون بهذا الشكل ها هو الأعلان كما شاهدتم يشتغل يجب عليه أن ينقر تلاف مرضات حتى يتوجه إلى الزائر ونقوم بإضافة في الأسفل أنا لا أنصحكم به أنا لا أنصحكم به سوف أقوم بحذفه لأنه مزعج للزائر سوف نقوم بحذفه ثم نقوم بالنقل على حفظ أو نقوم بحذفه إزالة إزالة بهذا الشكل ونقوم بترك فقط إعلانات البانر يكفي لأن نربح من الأعلانات لا تقوم بإضافة إعلانات أو الأعلانات المنبفقة حتى لا تخسر الزوار بالنوافذ المنبفقة فقط أترك فقط قم بترك فقط الإعلانات البانر حتى تربح منها فقط كما تشاهدون لم يبقى لنا أي شيء بقي لنا فقط أن أعطيكم فقط بعض النصائح حول طريقة الربح من طبعا إذا كنت سوف تشارك الرابط في الرابط البلوك سبوت في الفيسبوك سوف يتم حضره لك لذلك سوف أنصحكم باستعمال اليوتيوب طبعا كما تشاهدون هنا مثلا إذا قمت بالدخول إلى هذا الفيديو الخاص به هذا الفيديو الخاص به أسفله سوف تجد هنا كل الأدوات المستعملة في الشرح هنا ننقر عليه أين سوف يوجهنا سوف يوجهني إلى موقع اقتصاد الروابط الخاص به وكما تشاهدون فيه إعلانات وأربح منها كما تشاهدون هذا هذا موقع اقتصاد الروابط الخاص به كما تشاهدون وأربح منه فقط أستعمل اليوتيوب إذا قمت ببلوك سبوت كما تشاهدون هنا رابط المدونة الخاصة ببلوك سبوت أو رابط الموقع الخاص ببلوك سبوت لكن لا أستعمله في الفيسبوك لأنه سوف يتم حضر لك الأرضاء الدومين البلوك سبوت سوف يتم حضره يتم حضره في الفيسبوك وعندما ينقل الشخص هنا سوف يتوجه إلى الأدوات التي استعملتها في الفيديو كما قلت لكم استعمل اليوتيوب دائما هناك أشخاص يبحثون على ال IPTV يبحثون على ملفات ال IPTV يبحثون على ملفات سيرفرات IPTV مجانا لمدة سنة يبحثون على تلك الشروحات في اليوتيوب يبحثون على كيفية الحصول على نيتفليكس مجانا وهناك من يبحث على كيفية الحصول على بطاقات فيزا وهمية لاستعمالها في المواقع طبعا يمكنك الاشتغال على تلك الموافع وإضافة لهم إضافة لهم تقوم باختصار الضابط الخاص بك هنا تقوم بإضافته في ميديا فاير أو في أي مكان آخر ثم تقوم بأخذ الشفرة تقوم باختصارها هنا في الموقع الخاص بك وتقوم بعمل كوبيا وتقوم بإضافتها في الوصف وهناك أشخاص سوف يتقومون بالدخول إلى الفيديو طبعا من أجل الحصول على تلك الأشياء التي قمت بشرحها أنت في الفيديو الخاص بك طبعا كما قلت لكم أعتمد على كليا أعتمد على اليوتيوب أو تويتر حتى الأنستغرام يقوم بحضر البلوك سبوت الحل الوحيد هو طبعا شراء الحل الوحيد هو شراء دومين دومين ليس دومين بلوك سبوت دومين بوان نت بوان كوم المهم أنك تقوم بشراء دومين وبعد ذلك تقوم بعمل له إشهار واحد دولار في الأسبوع كل أسبوع تقوم بعمل له إشهار بواحد دولار أو تقوم بعمل له كل أسبوعين تقوم بعمل له إعلان بواحد دولار المهم أنك تقوم بعمل له إشهار حتى يفق الفيسبوك بك لان الفيسبوك هدفه ارضبح. اذا كنت تقوم بعمل له اشهار لفلك الدومان لا يقوم بحفره لك. طبعا لا تقوم بعمل اشهار دي البلوك سبوت. كما قلت لكم قم بشراء دومان او اقل. هناك دومانات اقل سعر من ال بوان كوم او بوان نت. وكما قلت لكم تقوم بعمل له اشهار اذا تم حفره لك من الفيسبوك تقوم بمراسلتهم وسوف يقومون بفك الحفر لك على ذلك الدومان لانك قمت بعمل له اشهار. اذا لم تقوم بعمل له اشهار لم يتم فك الحفر عليه. المهم كما قلت لكم اه دائما ابحف على اه طريقة اه ترويج روابط اختصار ارضوابط الخاصة بك. التي اه تقوم باختصار ها في موقعك. قم بالبحث على طرق حول طريقة ترويج تلك الروابط. طبعا اذا كنت مبتدئ وليس لديك الواحد دولار او التلافة دولار لاجلي اه من اجل انشاء حاملة اعلانية في الفيسبوك. فقط استعمل اه فقط استعمل كما قلت لكم اليوتوب من اجل من اجل من اجل الترويج لروابط الخاص بكافي اختصار الروابط. وايضا استعمل مدونة اذا كان لديك موقع يمكنك استعمال الموقع. استعمال الموقع تقوم باضافة داخله الروابط. المهم الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو. اذا كان لديك اي سؤال فيمكنك مرسلتي عبر حسابي في الانستغرام الذي سوف تجدونه اسفل الفيديو. ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.